بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين والرضى عن عباد الله الصالحين اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين أعزاء الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم بكل خير نلتقي اليوم في الدرس الثاني والثلاثين من كتاب التربية الإسلامية من خلال مدرسة أوريانت الافتراضية درسنا اليوم هو من قسم العبادات في هذا الكتاب كنا في درس سابق من قسم العبادات قد تكلمنا عن الصوم تعريفه وأقسامه ذكرنا أنه ينقسم إلى أربعة أقسام صوم واجب وصوم محرم وصوم مندوب وصوم مكروه اليوم سوف نتكلم عن الصوم الواجب الواجب نفسه هو الفرض هناك في بعض المذاهب من فرق بين الواجب والفرض من حيث الدلالة أما من حيث الثواب والعقاب فهو في نفس المكان درسنا اليوم عن صوم رمضان سوف نتعرف أولا على حكمه ألا وهو فرض عين على كل مكلف وكانت فرضيته في شهر شعبان من السنة الثانية لهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة أما دليل فرضيته فقد ثبتت فرضية صيام شهر رمضان بالكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقوله عز من قائل فمن شهد منكم الشهر فليصمه وأما من السنة فقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان وأما من الإجماع فقد اتفقت الأمة على فرضيته ولم يخالف فيها أحد من المسلمين فهي معلومة من الدين بالضرورة ومنكرها كافر كمنكر فريضة الصلاة والحج نأتي الآن إلى أركان الصيام لنعلم أن لصوم رمضان ركنان أساسيان أما الركن الأول فهو النية وهي قصد الصوم ووقتها من غروب الشمس إلى قبيل طلوع الفجر والأفضل أن تكون متقدمة على الجزء الأخير من الليل لأنه أحوط وتكفي نية واحدة في أول شهر رمضان للشهر كله وكذلك في كل صوم يجب تتابعه كصوم الكفار يعني هناك بعض المذاهب شرط تبييت نية الصيام لكل ليلة من ليالي رمضان أما هنا ذكر هذا المذهب الذي يبين أنه لا حرج في الصيام المتتابع سواء أكان شهر رمضان أو غير شهر رمضان فيصح أن ينوي الإنسان نية واحدة لكل الأيام المتتالية من بعد هذه النية بشرط أن لا يكون هناك انقطاع بين أيام الصوم ثانيا الإمساك عن المفطرات من شهوتين البطن والفرج من طروع الفجر إلى غروب الشمس الآن ننتقل إلى شروط الصوم حيث أن لصوم رمضان شروط وجوب وشروط صحة وشروط وجوب وصحة معن سنتعرف عليها أما من ناحية شروط الوجوب فالشرط الأول هو البلوغ فلا يجب صوم رمضان على صبي ولا يجب على وليه أن يأمره به ولا يندب له لماذا؟ لأن شرط الصوم هو البلوغ بلوغ سن التكليف لا يندب له الصيام ولكن يحبذ للفتاة أو الفتاة قبيل سن البلوغ ولو بسنة أو سنتين أن يتعود على أداء هذه الفريضة ليس من قبيل الانتداب أو الندب وإنما من قبيل تهيئ النفس والاستعداد لأداء هذا الصوم حين البلوغ وبعده الشرط الثاني القدرة فلا يجب الصوم على العاجز يعني إذا إنسان كان مريض أو كان لديه عذر عاجز عن الصيام لا يجب عليه الصيام كذلك سننتقل الآن إلى شروط الصحة وكذلك هما اثنان الشرط الأول الإسلام فلا يصح من الكافر وإن كان واجبا عليه نعرف أن الكفار ليس مخاطبون فقط بالإسلام بالشهادتين كذلك هم مخاطبون بالفروع ومعاقبون عليها في الآخرة لكن لا يصح الصيام من الكافر لأنه الأساس عنده غير متهيئ كيف هو لا يؤمن بالله أو لا يؤمن بدين الإسلام ثم نخاطب بفروع الإسلام أن يفعلها إذن لا يصح منه الصيام وهو واجب عليه ويعاقب على تركه زيادة على عقاب الكفر الشرط الثاني الزمان القابل للصوم فلا يصح الصوم في يومي العيد طبعا يحرم الصيام في يومي العيد وثلاثة أيام التشريق من عيد الأطحى أما شروط الوجوب والصحة فهي ثلاثة شروط الشرط الأول العقل فلا يجب على المجنون والمغمى عليه حال الجنون والإغماء ولا يصح منهما التكليف مرتبط بالعقل فإذا ما غاب العقل انتفى التكليف ثانيا النقاوة من دم الحيض والنفاس فلا يجب الصوم على حائض ولا على نفساء ولا يصح منهما ومتى طهرت إحداهما قبل الفجر ولو بلحظة واحدة وجب عليها تبييت نية الصوم ولو كان قبل الاغتسال المهم أنها طهرت ثالثا دخول شهر رمضان فلا يجب الصوم قبل ثبوت الشهر ولا يصح كذلك أخيرا ننتقل الآن إلى ما يثبت به الصوم والفطر يثبت شهر رمضان بأحد أمرين أولا رؤية هلاله إذا كانت السماء خالية مما يمنع الرؤية كالغيم والدخان والغبار ونحوها وتثبت الرؤية بشهادة عدلين أو جماعة مستفيدة وهي الجماعة الكثيرة التي يؤمن تواطئها على الكذب ويفيد خبرها العلم ثانيا مما يثبت الصوم إكمال عدة شعبان ثلاثين يوما إذا لم تكن السماء خالية مما يمنع الرؤية لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما ومتى ثبتت رؤية الهلال في قطر من الأقطار وجب الصوم على سائر الأقطار لا فرق بين القريب من جهة الثبوت أو البعيد منها إذا بلغهم من طريق موجب ولا عبرة باختلاف مطالع الهلال طبعا هذا يتكلم عن المذهب المالكي أما بالنسبة وكذلك المذهب الحنفي أما بالنسبة للشافعية فقد قالوا باختلاف مطالع الهلال وأنه يفرق الصوم ما بين قطر وآخر على كل نأخذ بهذه الفتوى لأن عليها معظم قول العلماء أما عن الفطر فهو يثبت برؤية هلال شوال وذلك برؤية عدلين أو جماعة مستفيدة كما تقدم وبينت ذلك سواء كانت السماء صحوا أم لا فإن لم تمكن رؤية هلال شوال أكملت عدة رمضان ثلاثين يوما هكذا أعزائي الطلبة نكون قد انتهينا من الحديث عما يخص شهر رمضان بالذات من الصوم لدينا كذلك متعلقات الصيام بشكل عام من آداب الصيام والمفطرات وغير ذلك سنتناولها إن شاء الله في دروس قادمة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أسأل الله تبارك وتعالى لكم التوفيق والنجاح إنه نعم المولى ونعم النصير والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر